اشتركوا في القناة لدعم وتمكين الشباب منوهن المجلس بجائزة الملك حمد لتمكين الشباب لتحقيق اهداف التنمية المستدامة واهميتها في ابراز النماذج الشبابية المضيئة والمؤسسات الداعمة للشباب في المجتمعات وهن المجلس في هذا الصدد الفائزين بهذه الجائزة الرفيعة في نسختها الثالثة كما اشهد مجلس الوزراء بمستوى المشاركات في مسابقة الابتكار الحكومي فكرة في نسختها الثالثة والتي تعكس تحقيق رؤية واهداف المسابقة في تحفيز الابداع واعلاء الابتكار كمنطلقات اصيلة في العمل الحكومي وتطوير كافة مجالاته حيث وجه صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الوزارات والاجهزة الحكومية الى دراسة ادراج هذه الافكار في برامجها ومشاريعها لما تحمله من بصبات ابداعية وطنية يجب ان تحظى برعاية الحكومية بعد ذلك رحب مجلس الوزراء بنعقاد اجتماع القمة الحادية والاربعين لمجلس التعاون لدول الخليج العربية في المملكة العربية السعودية الشقيقة متمنيا لاعمال القمة الخليجية المقبلة كل التوفيق والنجاح ثم نظر المجلس في الموضوعات المدرجة على جدول اعماله وقرر ما يلي اولا الموافقة على المذكرات التالية واحد مذكرة اللجنة الوزارية لشؤون القانونية وتشريعية بشأن تعديل بعض احكام مرسوم انشاء وتنظيم الهيئة الوطنية لعلوم الفضاء ويقضي التعديل بنقل تباعية الهيئة لمجلس الدفاع الاعلى اثنان مذكرة اللجنة الوزارية للشؤون القانونية وتشريعية بشأن تبادل تقارير بين الدول ذات الصلة والذي يأتي في اطار التزام المملكة بالمعايير الدولية واعلى درجات الشفافية والافصاح في المجالات الضريبية ثلاثة مذكرة معالي الوزير الداخلية بشأن مذكرة تعاون بين وزارة الداخلية ووزارة الامن الداخلي بالولايات المتحدة الامريكية بما يعزز التعاون في مجالات امن الحدود والنقل وحماية سلسلة التوريد الدولية بين البلدين أربعة مذكرة اللجنة الوزارية للشؤون القانونية بشأن رد الحكومة على اقتراحين برغبة مرفوعين من مجلس النواب ثانيا استعرض المجلس المواضيع التالية واحد مذكرة اللجنة التنسيقية بشأن الأفكار المتأهلة للمرحلة الأخيرة من مسابقة الابتكار الحكومي فكرة في نسخها الثلاث وسير العمل في تنفيذ الأفكار الفائزة في النسختين الأولى وثانية اثنان مذكرة معالي وزير المالية والاقتصاد الوطني بشأن سير عمل أولويات الوزارة خلال عام 2020 التي تضمنت موجزا بأهم وأبرز إنجازات الوزارة فيما يخص أولوياتها الثمان الموضوعة للعام المنبثقة من برنامج الحكومة 2019-2022 والتي ارتكزت على تعزيز كفاءة الأداء وتوحيد وتنظيم العمليات المالية في القطاع الحكومي وتطوير عمليات التدقيق والاستخدام الأمثل للموارد وزيادة جاذبية الاقتصاد الوطني وتعزيز نموه ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر